اللجنة المؤقتة غيرت من شكل الدور المصري والكرة في مصر والتعامل مع الأندية وعالجت ودخلت الفار وعالجت عدد من الأمور السلبية اللي كانت الكرة المصرية بتواجهها في الفترة اللي فاتت ولا شايف نسبة نجاحها قدية كم في المية؟ أولا أنا إلى حد ما كنت بعيد عن الأحداث في الفترة دي لكن ممكن أقول أن بقدر خبرتهم لأن أغلبهم كلهم ما كانش عندهم أي سابق خبرة في إدارة اتحاد الكرة اجتهدوا لكن ممكن الكلام ده لو واحد بقى دخل شايف الفار تكلفته قد إيه هل فعلا الفار اللي جهه قدر يحقق المطلوب منه أو أنه كان لازم نحن نستنى لغاية ما يبقى فيه عدد من الكاميرات كافية أنه هو الحكام يقدروا أنه هما يدوا قرارهم السليم يعني لكن بلا شك نحن ما اجتهدوا ما نقدرش نقول لا يمكن تغيير شكل المسابقات هو ده الحاجة اللي هو هو إلغاء الهبوط أو وبعدين يعني أنت عملت نظام كان مفروض تستمر عليه ابتدت سيزون يبقى لازم تنهي السيزون على نفس النظام اللي انت ارتضيت به يمكن أحداث الكورونا يعني هما جوم في وقت صعب يعني ما تقدرش تحكم على أداءهم جي قوي لكن الحاجة الوحيدة اللي أنا وخدها عليهم أنه هما لما جوم جوم علشان تسير الأمور وعمل لايحة جديدة أنا شايف أنه يعني هما ما نجحوش في الحكاية دي لأن الليحة اللي اتعملت هي هي يمكن البندين اللي كان فيه اختلافات عليهم 12 و37 اللي هما حاولوا يغيروا فيهم وفي الآخر برضه ابتدى يبقى فيه مخلاف وابتدت الجمعية العمومية تتكلم برضه على أنه مش هو ده المطلوب أو أنه هو ده اللي كانوا أنهما يعودوا سنة واربع شهور ولا حاجة عشان يتم تغيير بندين طيب